إيه اللي بيدفع مصر في هذا التوقيت بعد كلام شديد من جانب عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بحكومة الوفاق وأحنا يصفها بأنها ميليشيات بتسيطر على العاصمة وعلاقته الاستراتيجية ودعمه اللامحدود لخليفة حفتر طيلة السنين الماضية ثم إذا به يتوجه الآن بالبصلة ناحية حكومة الوفاق ربما بالدفع بعجيلة صالح ربما بعلاقات أخرى إيه المصلحة اللي بتراها أو بيراها النظام المصري تحديدا في هذا الملف بهذا الشكل طيب هو طبعا واضح أن يعني بالأساس فيه تغييف الخريطة الليبية مش قليل إحنا شاهدناه في الفترة اللي فاتت دي بداية من محاولة حفتر لاختراق أو احتلال طرابلس وحصارة طرابلس وبعد كده طبعا يعني تالى هذا الأمر يمكن الأمر دا سمار حوالي سنة تقريبا أو أكتر من سنة ثم بدأت بعد كده حكومة الوفاق في تحالفات مع تركيا وحصل هزيمة عسكرية لحفتر مش قليلة الهزيمة دي نتج عنها يعني خسارة بعض المواقع في غرب ليبيا وأيضا وضع نفسه السياسي أو وضع نفوزه في الشرق الليبي أصبح في مسألة يعني مش جيدة أو وضع غير جيد لحفتر نفسه وبالتالي الخريطة الليبي نفسها اتغيرت النقطة الأهم كده فيه سؤال أهم لازم نسأله هو نظرة النظام المصري ليه أو مصلحته أو أولوياته الرئيسية في الملف الليبي إيه هي بالزبط حقيقة أن هنا هو مختلف شوية عن نظرة الإمارات يعني نظرة الحليف الرئيسي أو الداعم الرئيسي لحفتر الإمارات النظرة المختلفة شوية الأولوية المصرية هنا هي أولوية متعلقة بالبعد الأمن القومي أو بالحفاظ أو حماية الحدود الغربية المصرية حدود متسعة وكبيرة جدا وبالتالي لابد من خلق عمق استراتيجي لمصر في الشرق الليبي وبالتالي كان هنا دعم حفتر أو دعم أي نظام غير إسلامي أي إن كان يعني موجود في الشرق الليبي دي أولوية طبعا ده مش معناه أنه عنده أنه يعني النظام المصري مرحب مثلا بحكومة إسلامية في ترابلوس لا طبعا لكن بطبيعة الحال هنا الأولوية عنده الأولى هي تأمين حدوده الغربية عكس الإمارات الإمارات بالنسبة لها مسألة الحدود الغربية المصرية هذه ليست أولوية بالتأكيد عند الإمارات ولكن الأولوية الرئيسية عند الإمارات هي عدم موجود أي تجربة لحكومة إسلامية أو حكومة فيها توافق ما بين قوى إسلامية وقوى أخرى في الوطن العربي كله سواء في الشمال الأفريقية أو سواء في الشرق الأوسط لأن هذا معناه بالنسبة للإمارات أو نظرتها للإسلاميين أو للإخبار بشكل عام هو عدو رئيس لها وبالتالي يابد أن أي تجربة فيها نظام بيحكم إسلامي أنها لا تنجح ده بعيدا عن فكرة الحدود يعني مش فارق معها المكان ده فيه يعني ده مش هيفر بزبط وده إحنا شايفين أن اتجاه الإمارات في كل دولة يعني في كل مكان أو في كل قطر في الوطن العربي اتجاهتها ودعمها القوي في أي اتجاه عكس ما دي نفس وجهة نظر عبدالفتاح السيسي ولكن أنا بكلم عن الأولوية في الملف الليبي هنا مختلفة يعني أنا بقول أني طبعا دي أولوية عند النظام المصري وعند السيسي لكن هل هي في الملف الليبي الأولوية رقم واحد لا الأولوية رقم واحد في الملف الليبي في اعتقادي هو بداية تأمين الحدود الغربية وبالتالي نتيجة التغير في المشهد دوت الخريطة الليبية تغيرت الوضع أن حكومة الوفق حاليا أكثر تماسكا حفطر بيعاني وفي أزمات في الشرق وبالتالي كان الاتجاه المنطقي أن النظام المصري يتجه إلى إعادة العلاقات مرة أخرى وإعادة التوافق مرة أخرى مع حكومة الوفق وفتح العلاقات مرة أخرى مع حكومة الوفق ورهان عليها مرة أخرى طبعا مش معناه برضو عشان لا نحب المبالغة يعني مش معناه أبدا أنه هو مش هيدعم حفطر أو أنه هيقلل من دعم الحفطر ولكن هنا توازن في العلاقة إعادة مرة أخرى لطرح الحل السياسي وما بين القوى المتصرعة في ليبيا وبالتالي فتح علاقات مرة أخرى مع ترابلس ودافع تقاضي هو الدافع الرئيسي للنظام تغير الخريطة اللي بيزة ما قلت واتجاه النظام مصري لتأمين الحدود الغربية